نهاردة حصلت حاجة كل العالم العربي والإسلامي تألم لها مطار أبهى في السعودية الضرب بساروخ من الحسيين في اليمن المطار زي ما حضراتكم بتشوفوا الصور مطار مدني مطار في عدد كبير من الجنسيات مطار تم استهدافه بعينه يعني ما كانش صاروخ مثلا يانو الإيزاء لا ده كان صاروخ رايح عشان مطار وعارف كويس جدا أن فيه مدنيين وبصراحة يعني شكله كده موجه بحرفية ومش العصابات اللي هناك دي هي اللي توجه صاروخ بالشكل ده يعني ده وراه تخطيط وستة وعشرين إصابة من جنسيات متعددة وقعت نتيجة هذا الاستهداف طبعا ما فيه شك أن مشاعر كل المسلمين في أنحاء العالم وكل العرب تألمت لهذا المشهد وما اعتقدش أبدا أنه سيسمح أن يكون أمن السعودية محل تهديد بهذا الشكل نهارده صدر بيان عن جمهورية مصر العربية قالت فيه مصر نحن نقف مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ضد أي محاولة للنيل من أمنها البيان كان حقيقي رائع وكان قوي جدا وكان سريعا جدا وأعتقد أنه هناك تنصيق مصري سعودي على أعلى مستوى في كل القضايا لا سيما القضايا الأمنية لكن أنا بسأل المجتمع الدولي هل يمكن أن يسمح باستهداف المطارات الدولية بهذا الشكل؟ هل يمكن أنه منظمة العفو الدولية ولا المجلس الأمن ولا حد من الناس اللي قارفلنا للنهار دول يطلع بقى يقول مدنيين هم الناس رايحة تسافر هل يمكن استهدافهم بهذا الشكل؟ الحقيقة أمر مؤسف جدا وأمر مش ممكن يتم السكوت عليه وطبعا كل التضامن مع شعب المملكة العربية السعودية وبيان النهارده اللي صدر عن وزارة الخارجية أعتقد أنه كان يمثل صوت كل مصري محب للمملكة العربية السعودية ومحب لشعبها ومحب للأمن القومي العربي وضمان استقرار واستمرار قوة المنطقة العربية مع أزمات وتطورات طبعا مؤسفة بنتباحها ومع تأكيد الرئيس عفتاح السيسي طبعا في كل مناسبة وفي قمة مكة الأخيرة طبعا أن أمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ وهو ضمانة لأمن المنطقة والأمن المصري ترجمة نانسي قنقر